أهلا بكم في محورنا الثاني والحديث من جديد عن المخدرات وما يحدث على الحدود الأردنية السورية تصريحات لخصها وكشف فيها وزير الداخلية عن عدة تفاصيل الأولى أن الأزمة السورية فتحت شلالة من المخدرات صوباء الأردن وأن 80% من ما يتم تهريبه يعترض ويكون مقصده خارج المملكة أيضا الفراية تحدث عن 22% من المخدرات هناك قبزة في الاتجار وفي الترويج في العام 2023 وأن الحدود على امتدادها 378 كم منفلتة على الجانب الآخر أيضا السوريون يستجيبون ما أمكن لكن سيطرتهم على حدودها هي في الحدود الدنيا وهذا تصريح أيضا فراية وكل شاحنة قادمة من سوريا مشبوهة حتى يثبت العكس أيضا وسائل التهريب باتت متطورة ومنها المسيرات وهو ما نرمسه يوميا أو يوما بعد يوم في أيضا حديث الفراية كان هناك حديث عن مخدرات داخل 10 شاحنات بلوحات خارجية في 2022 و2023 وأخيرا مخدرات داخل مركبات سوريا وأردنية باتجاه دول خارجية تم ضبطها هذا الحديث فتح السؤال من جديد حول حدود الشامرية والمخدرات تحديدا ورحبا بضيفي الدكتور عمار الإقضاء الخبير الأمن الدكتور عمار مساء الخير أهلا بك في نبض البلد تفضل سنتحدث عن هذا الموضوع وبدأ أسمع وجهة نظرك بما أورد الوزير الفراية وما كشف عنه والحديث أن ما نشهده عبر الحدود الشمالية من فلات على الجانب الآخر من كميات مخدرات تسرب إلى الأردن قد لا يكون مخصد الأردن خطير سيدي كما تفضل مع علي وزير الداخلية بكل ما ذكره كان الحديث شفافا وحقيقة كان واضح أن كل ما تحدث به من أرقام كان بحيادية وكان بشكل واقعي قال لك 48% من المخدرات المضبوطة للتصدير نعم هي بحكم الجوية السياسية بين الأردن وبين سوريا وأيضا بين الأردن وبين دول الخليج أكيد لأنه كمية المخدرات التي يعني في السنة الماضي كان في عنا 69 مليون حبة كيف داغون اللي تم ضبطها يضاف لها إلى ما لم يتم ضبطه يعني خلينا نقول 50% تم ضبطه 50% لم يتم ضبطه لا يمكن أن يتحملها السوق الاستهلاكي في الأردن فبالتالي فعلا هي كانت معدة إلى تهريبها إلى دول الخليج لغاية تسويقها الـ 22 زيادة في قضايا المخدرات 22% زيادة أيضا ومنها 34% زادت قضايا الترويج والإثجار هذا يعني مؤشر على أن هذا الرقم أن أجهزة إنفاذ القانون المتمثلي بإدارة مكافحة المخدرات تعمل على متابعة قضايا الترويج والإثجار بمحور قضائي وضبط هذه القضايا بشكل جيد لكن لم يتم ذكر قضايا أو نسبة المتعاطين هو فقط قال أن 16% نسبة التعاطي ما زالت نسبة التعاطي في الأردن غير معروفة أو يعني قد لا يرغب بمعرفتها لكن يمكن نعم لأنه لما يكون عندك في ضبط بشهر واحد ألف وخمسين شخص وفي خمسمائة وخمس قضايا شهر تسعة ألف وخمسين شخص هذا ترويج والإثجار هذا يعني لمين بيروجه ولمين بيتاجه ركيد لنسبة متعاطين أنا بس أول نوعه أن نستعرض العلاقة الأردنية السورية ومحطات إزامات مرت فيها تعدين في جانب مخدرات تفضل نعم إذن حكينا عن نسبة التعاطي نعم بحاجة إلى دراسات تثبت وتبين لنسبة المتعاطين داخل الأردن أيضا في جانب آخر أنه نسبة التعاطي من الفتيات وأيضا الأحداث في جانب أو المحور العلاجي الذي تعمل عليه إدارة مكافحة المخدرات هناك مراكز للمحور العلاجي لعلاج هؤلاء في مركز تابع لإدارة المخدرات وأحدها تابع لمركز وزارة الصحة والمركز الآخر داخل المركز بيرين لكن الأحداث والنساء لا يوجد مركز علاجي وهما يجب أن يتم العمل عليه وتطويره لأن هذه الفئات تحتاج إلى عناية خاصة وإلى مراكز خاصة يعني في هذا الجانب الملاحظ أنه في عنا 24 ألف شخص مضبوط في قضايا مخدرات في عام 2023 العدد أيضا يعني مش قليل مش قليل العدد مش قليل وفيه يعني ازدياد واضح طبعا هذا يدل على الإصرار للجانب السوري من خلال التجار المخدرات في عملية اقتحام الحدود الأردنية وبالتالي لجوءهم إلى عملية تهريب المخدرات بكل الوسائل غير النقل البحري وغير الشاحنات اللي حكى عنها معالي الوزير استخدام للدرونات هذه كميات قليلة لكن هي تعطي مؤشر أنه أصبح أو بات أن الأجهزة المعنية من القوات المسلحة والأجهزة الاستخبارية من القوات المسلحة بالتنصيق مع إدارة المخدرات على الحدود هي بالمرصاد وبالتالي أصبحوا يستخدموا الدرونزات اللي تحمل ثلاثة إلى خمس كيلو تقريبا من المواد المخدرة أو السموم القاتلة لإدخالها للأردن لأنه يعني صار في عندهم يأس من السيطرة الأمنية على الحدود ومع ذلك يكون هناك حالة يعني أحيانا اخترى خروقات طبيعية ولا ما فيش دولة بالعالم فيش دولة بالعالم تستطيع أن تضبط حدودها مئة بالمئة لا يمكن وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكل أوروبا نفس الشيء تعاني ما تعاني مع المكسيك بالمواد القاتلة ذكرناها الفينتنيل القاتل اللي يقتل مئة ستة إلى مئة وعشرين ألف أمريكي بالسنة وبالتالي لا يمكن للدولة أن تسيطر على موضوع لكن إن شاء الله العمل الجاري ومستمر وإدارة مكافحة المخدرات بحاجة إلى مجهود بحاجة إلى دعم مستمر من القوى البشرية ومن الأجهزة معينة وأجهزة رقابة وفرق رقابة وإن شاء الله تحظى بهذا الدعم بالأيام أنا دكتور عمار بخبرتك الأمنية وعندي تساؤل مهم حدوتي اليوم جارة الملك في الجمعية العالم ومتحدة تحدث عن أمن الحدود نعم هناك حديث سياسي عن انقطاع العلاقة ما بين دمشق أو توتر في علاقة ما بين عمان ودمشق الجديد هناك أيضا الحديث عن الدور الروسي الذي بات غائبا في سوريا فهذا ما أدى إلى مزيد من انفلات نعم نعم نقول ذلك اليوم مع هذه التصريحات كيف تقرأ يا سيدي نقرأها أنه الآن أن لا يوجد هناك سيطرة أبدا من قبل الحكومة السورية على الجانب السوري لا يوجد سيطرة يعني شبه يعني مقطوعة السيطرة في تلك المناطق طبعا الأمور لها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية وتدخلات ودعم من دول أخرى ويعني نحكي بكل انفتاح وبكل صراحة الدور الإيراني وهناك أحزاب ترفع أعلامها على الحدود من الجانب السوري تتولى عملية الإشراف على عملية إدخال هذه المواد المخدرة ورعاية المهربين وبالتالي هناك تدخلات ويبدو أن هناك تورط من أجهزة حكومية داخل الحكومة السورية في موضوع المخدرات وإلا يعني كان بإمكانهم أن يتخذوا إجراءات وتم عمل لجنة مشتركة أمنية بين الجانب الأردني وبين الجانب السوري وبرنامج خطوة بخطوة بحيث يتم ضبط الوضع من جهة الجانب الحدودي لكن تدخلات هذه بعض الأحزاب وبعض الدول ومنها إيران في هذا الموضوع واضح جدا أن هناك انفلات وعدم سيطرة على هذا الجانب وعدم رغبة في كبح وضبط الحدود من الجانب السوري وبالتالي هذا يشكل مرتعا لتجار المخدرات أن ينفذوا هذه البرامج وقسم منهم برعاية مسؤولين من الحكومة السورية باختصار يعني وبكل صراحة وما دورنا الآن أن يكون لدينا مركز مركز لأنه أنا أخي محمد النوع المواد المخدرة المتقول لكريستل مثل نحن نعرف أثرها والجوكر وبودرة الجوكر والحشيش الصناعي والكوكاين بنسب قليلة هناك مواد خطرات تنتشر على مستوى العالم إذا دخلت إلينا عن طريق إيران أو عن طريق سوريا أو لبنان عن طريق كاريتلات العصابات هذه العصابات المخدرات نحن في خطر لأنه هذه الاثنين ميلي جرام منها درجة سميته أكثر بمئة مرة من درجة أثر الكوكاين والهروين يعني الاثنين ميلي جرام أوفردوز وموت عرفت عليه فإحنا نطالب أن يكون هناك مركز انظار مبكر لكشف أي مادة تدخل إلى المملك الأردني اللاجمية الآن في شيء اسمه طوابع جديدة توضع على الكتف طوابع تحتوي على مواد مخدرة الفيب في أنواع فيب يدخل إلينا من الكنابس أو زيت المراجوانا يدخل الآن بالفيبات أشخاص حتى لو كانوا فرديين فنحن بحاجة أن نعلم باستمرار ما هي طبيعة هذه المواد التي تدخل إلى الأردن وهذا ولا ناس لا دين ولا ضمير فما عندهم أي مشكلة يدخل أي مادة قاتلة من خلال الإصرار على اقتحام الحدود الأردنية وإدخال هذه المواد لتكون طريقا إلى الخليج ويجب أن يكون في هذا الجانب الأردن تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية مواجهة هذه العصابات شهداء القوات المسلحة شهداء المخدرات على الحدود كل مثلة الشعب الأردني مثقف وواعي ويعرف هذا الكلام يجب أن يكون هناك عملية متابعة لهذه المواد من خلال كشف مبكر على كل ما يدخل جديد بالشوكولاتة خلطوا المراجوانا بالنوع الكيكات خلطوا زيوت المراجوانا يعني يمكن أن تدخل لك بأي شكل من الأشكال فما هو مطلوب مطلوب من الجهود مضاعفة وأن يكون هناك اشتراك من الدول العربية التي تكون مستهدفة من خلال الأردن من خلال مرور هذه المواد اللي ذكرها معالي الوزير 80% صحيح 80% يجب أن يكون تعاون خليجي من خلال المركز مراقبة وإنذار مبكر لمتابعة مصادر هذه المواد السامة أشكرك كل الشكر أشكرك كل الشكر خبيل أمني دكتور عمال لقضاء على وجهة معناية علاقة على تصريحات وزير الداخلية وعلى ما يمكن أن نفعل حدودنا الشمالية لمواجهة أزمة المخدرات وغيرها أشكرك كل الشكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر